شايف الأجواء الحماسية كنا نتكلم قبل الهواء على الكواليس والأجواء حماسية أجواء صعبة جداً يعني الأهلي زي ما يقولوا كده انتزع اللقب من فهم الأسد يعني زي ما بيقولوا المطشط دي تكسب يعني ولا تلعب طبعاً طول المطش احنا متوترين جداً ألانين جداً الواحد صراحة برضو فكرة متوتر بين عليك جداً والله بصنا الواحد صعب جداً كابتن أحمد ردوان طول المطش طريباً ما سكيتش فعلاً يعني المطش بصراحة فكرة برضو ان انت تبقى عليك ضغط والجمهور هناك الحالة تبقى صعبة جداً عارف اللعيبة والضغط اللي عليهم كبير جداً بس احنا كانوا عندنا ثقة فيهم فكرة بس ان احنا كنا محتاجين ان احنا انه بقى شكلنا أحسن من كده شوية في المنع لكن فرحة طبعاً بتنسي كل حاجة مبروك طبعاً للمجلس الأدارة مبروك لللعيبة مبروك للجمهور الكبيرة جداً اللي هي المفروض تبقى هي يعني بصراحة رقم واحد في كل حاجة ده حيّة مبروك للناس كلها نتعالج بعد اللي حصل فينا هنتكلم طبعاً للمفنيات وازاي مرسل كولر اداء ادار المباراة وايه اللي حصل في المباراة ناردة سهرانين مع بعضين شكراً كابتن نهاب شفت الماتش ازاي شفت الاجواء برا المستطير الاخضر ازاي طبعاً يعني من اليوم مبروك لجمهور النادي الاهلي من اليوم مبروك لكابتن احمد ردون طبعاً أحد أبنائي النادي الاهلي من اليوم مبروك لحضرتك ولكل جماهير القرى المصرية يعني عمتا وجماهير النادي الأهلي خاصة جماهير تستحق المكسب جماهير يبخت النادي الأهلي بجمهوره ويبخت جمهور النادي الأهلي بالنادي الأهلي حاجة عظيمة جدا النادي الأهلي هو فخر لقرى المصرية وممثل عظيم ويشرف القرى المصرية في جميع المحافل احنا لسه كنا نتكلم كمان في نقطة بطول الكسر العالم الأندية النادي الأهلي خلاها بطول عليه احنا كنا نستنى زمان بطول الكاسل الأندية عشان خاطر نادي الأهلي أو نادي الزمالكة أو أي نادي يقصر بطول أفريقيا عشان يروح كاسل الأندية لكن دلوقتي لا خلاص نادي الأهلي الموسم يعني الموسم ده رايح كاسل العالم الموسم اللي فات كان في كاسل العالم الموسم اللي قابليه كان في كاسل العالم الموسم اللي بعد الجاية رايح كاسل فخلاص الأمور بقت سهلة جدا مبسطة نادي الأهلي أداء النهاردة يعني في الأمور الفنية لما نيجي نتكلم فيها طبعا هنتكلم كتير جدا لكن الأجواء صعبة جدا في المغرب عشان كده كانت من هنا بعد الهدف كانت دي صعوبة للناس كيتشايفها وكانت متخوفة منها